تسعى الجهات الحكومية بما فيها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل جودة وبأسهل وأيسر طريقة من أجل تحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية وهي الاستدامة العدالة والتنافسية النظام الوطني للمقترحات والشكاوى هو المنصة الأولى للمواطنين الراغبين في إيصال المقترحات والاستفسارات والشكاوى للجهات الحكومية المعنية منصة متكاملة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط تتيح للمواطنين التواصل مع مختلف الجهات الحكومية عبر موقع إلكتروني واحد فقط هو موقع بوابة الحكومة الإلكترونية مبادرة التواصل تأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بأن التنمية التي لا يكون المواطن هدفها لفائدة منها كما أن هذا النظام يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ليحقق المسؤولية الوطنية التي تحتم على جميع المسؤولين الاستمرار بالعمل وبذل الجهود المتواصلة بإخلاص ومهنية لتحقيق تطلعات المواطنين كما أنه يخدم الرؤية الاقتصادية في كافة مبادئها من خلال تأمينه لقناة تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسؤولي الجهات الحكومية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من الخدمات الحكومية إضافة إلى التنافسية من خلال التقارير المرفوعة للجنة الفنية التي تتابع الشكاوى المتكررة والهمة لوضع الحلول الجذرية التي تضمن تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين إما المواطن عنده مشكلة يتم المتابعة من قبل مكتب سموه للعهد بشكل مباشر يتلقون الشكاوى الموجودة إذا كان فيها تكرار إذا فيه تكرار في مشكلة معينة فهذا دليل أنه في مشكلة موجودة في الوزارة مبمشكلة فردية بالتالي تم وضع الحلول الجذرية إعادة هندسة الإجراءات بدأ نظام التواصل بانضمام أحد عشر جهة في بداية انطلاقه عام 2014 وتزايد عدد الجهات المشاركة اليوم ليصل إلى 27 جهة حكومية وقد بلغ عدد الحالات الواردة في نظام التواصل منذ التجين وحتى نهاية أغسطس الماضي حوالي 17 ألف حالة وقد شهد أداء الجهات الحكومية تطوراً ملحوظاً في السنوات الثلاث الماضية حيث أن نسبة الحالات التي تم الرد عليها خلال الفترة الزمنية المحددة بلغت 90% في عام 2016 بعد أن كانت 72% و40% في العامين 2014 و2015 على التوالي طبعاً وزارة الإسكان تلقت حوالي 700 مقترح وشكوى وكلهم تم حالهم ضمن الوقت المتاح لهم أمانة العاصمة الموثل الثلاثين وعندنا وزارة الموصلات حوالي 270 وعندنا طبعاً هيئة معلومات الحكومة الإلكترونية تلقين يمكن نكمل أكبر من المقترحات والشكوى وكون معظم الخدمات 350 خدمة التي تخص الحكومة كلها موجودة على بوابة الحكومة الإلكترونية وإحنا ما نقدر نرد المواطن إذا قالوا عندي مشكلة مع أي خدمة المخدمات وإن كانت مع الوزارات فعندنا حوالي 12500 مقترح وشكوى تلقيناها وإلى جانب الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة الإلكترونية فإن هذا النظام تم تطويره إلى تطبيق النأل الهواتف الذكية مما يسهل توصيل المقترح أو الشكوى إلى الجهات الحكومية مع المرفقات وتعين فترة زمنية محددة للرد على الشكوى بالإضافة إلى إمكانية متابعة الشكوى من خلال رقم المراجعة إلى جانب استفتاء رأي مقدم الشكوى حول الرد على شكوى سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر